أنا عاوز أن أقل لك العرب المسلمين لما دخلوا مصر ودخلوا اسكندرية بالتحديد تعرف هم لما راحوا اسكندرية راحوا ليه؟ راحوا علشان يقابلوا البطرة يقابلوا البطريارك الأقباط فعلشان يتفق معاه عمر بن العاص على أنه السلام إحنا دخلين لطرد الروم ولن نمس مصالحكم ولا ديانتكم ولا عبادتكم ولا أملككم ولا أي حاجة نحن لسنا أهل حرب نحن أهل سلام وآتينا للدعوة وهنخلصكم من الاحتلال بتاع روما فلما دخلوا اسكندرية وكان هؤلاء العرب سبق ليهم بالمناسبة أنهم دخلوا الشام وسبق ليهم أنهم دخلوا العراق وفارس فشافوا عظمة الإمبراطورية الرومانية في الشام قبل كده يعني مش بس في مصر يعني وشافوا عظمة الفرس في العراق وفي إيران دخلوا اسكندرية فوصفوها كالآتي دون نص يعني هقولك الملخص إنه عندما دخلنا الأسكندرية فلم نشهد من قبل مدينة لا في جمالها ولا بهائها ولا في عظمة بنيانها فأبهرتنا بمبانيها البيضاء التي تطل بجميعها على البحر الناس دي انبهرت بسكندرية أكتر من انبهارهم بالشام أكتر من انبهارهم بالعراق وإيران خد بالك إنه دايما كانوا الفرس يتباهوا بالبنيان بتاعهم اللي شافوا بقى العرب في اسكندرية تخطى ما رأوه في فارس والعراق والشام كلها فلما بتكلم على هذا المبنى تحديدا ولعل محافظة الاسكندرية يكون سمعني ولعل الدكتورة إنس عبد الدايم وزيرتي المفضلة جدا 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 وزيرة الثقافة برضو تسمعني وأنا عارف أنه هذا المبنى قد لا يدخل في نطاق وزارة الأثار وعشان كده أنا بقول محافظة اسكندرية وزارة الثقافة ده في نهاية شارع روشدي بالاسكندرية مبنى مطلع البحر وسهل خلص أنت تتعرف عليه لو فتحت بس مشهد واحد من فيلم رسائل البحر داود عبد السايد تعالوا نعيد لهذا المبنى شكله الأول ونحافظ عليه في إطار الملحمة العظيمة اللي بتقودها وزارة الثقافة في الحفاظ على التراث والطراز المعماري وبالمناسبة في نفس دات الشارع في فيلا فودا دي تحت ولاية وزارة الثقافة وحطناها طراز المعماري متميز وكتبين عليها اللي يفطف بتاعة وزارة الثقافة وأنا متابع أنا مركز جدا بالمناسبة وأنا بجد مركز جدا مع الحاجات دي جدا وبلف محافظات بشكل عشوائي ولا لها علاقة بكوني في البرلمان ولا لأ لكن بكوني مزيع وصحفي تلفزيوني أنا بلف وبشوف ولو شفت حاجة مش هسكت بصراحة هطلع أقول شغلتي مش كده سمحت مش دي شغلتي أقول الحق بملو البق يعني أبيع ضميري لازم أقول طيب فلو سمحته حفظه على هذه المبنى يعني أخص بالذكر هذا المبنى ماشي طيب رسالة البحر ده كان وشه حلو على أسر ياسين وكان وشه حلو على بسماء أحمد وكان وشه حلو على صلاح عبدالله كان وشه حلو على الكل ده فيلم عظيم وطبعا وجدانيا مرتبط عندي أن أنا روحت السينما مع أبويا الله يرحمه مصطفى الحسيني وبالمناسبة كانت آخر مقابلة لي مع الأسر داود عبدالسيد برضو كانت مع أبويا الله يرحمه في بيت الله يرحمه كاتبنا وروائنا العظيم علاء الديب وكانت بحضور الموسيقار العظيم راجح داود فتخيل كده واحد زي حلاتي قد إيه محظوظ والله قاعد وقدامي داود عبدالسيد ورجح داود وعلاق الديب ومصطفى الحسيني حتى يعني لو لو أنا رجل جاي كده معزوم مش ابنه ولا حاجة يا دين النبي ده أنا محظوظ أوي كنت بحكي لكم بقى على أعداد تانية تسببت فيها أمي بقى عمين بقى فليب جلاب ومحمد عودة وجلال رجب وعلي نويجي يا دين النبي ده أنا أسعد واحد في جيلي ترجمة نانسي قنقر